حدثنا حسين بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حسين بن محمد حدثنا خلف عن أبي مالك قال كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبن ست عشرة سنة وأبي بكر وعمر وعثمان فقلت له أكانوا يقنطون قال لا أي بني محدث حدثنا يزيد قال حدثنا أبو مالك قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أتاه الإنسان يسأله قال يا نبي الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم أغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وقبضك فهو إلا الإبهام وقال هؤلاء يجمعن لك خير دنياك وآخرتك قال سمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حر مماله ودمه وحسابه على الله عز وجل حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل مستهي مستهي مستهي